عايز أرجع شوية 2018 ولا 2019 ماتش سانداونز الخماسية وما بعد المباراة بحدثها كلها أنه حصلت خصومات كبيرة على كل لعبي النادي الأهلي في من تقبل وفي من لم يتقبل وده تقيل بعد كده أنه في العيبة ما تقبلتش في العيبة مشت من النادي الأهلي ربما بسبب هذه الواقع أنت تعاملت مع الواقع دي إزاي؟ لا هو ما أعتقدش أنه في حد ما تقبلش ساعتها يعني لكن إحنا في النادي الأهلي أو أنت في النادي الأهلي دايما العقوبات أو الخصومات هي دي حاجة بوقت إخفاق ووقت الإخفاق ده مش إخفاق سهل ولا إخفاق قاين فما فيش حد كان عنده يعني زي ما بقوله وش أو عنده نفسه نوعي تكلم رمضان صبحي بعد ما مش من النادي الأهلي تلاح حتى في القوة وقال إنه هو كان مدائي من فكرة الخصومات دي بالمناسبة عشان كده على في انترفيو يعني مش معلومة يعني في انترفيو عش كده أو تركي الكلام ده ممكن بعد كده أنا ما شفتش انت أكيد شفتها وأنا بتكلم في فكرة كريم ساعتها محدش في ساعتها أطلب بس بقولك في ناس تدايقت آه ممكن في ناس تدايقت كلنا أكيد أنت مدائي من خصم وفلوش تتخصم منك لكن ساعتها الحدث كان كبير وساعتها أنت مالكش يعني ساعتها وإحنا جوه يعني إحنا تكلمنا خلي بالك بعد كده وكان فيه بصراحة تفاهم بعد ما الأمور بتاريت تتحسنوا النتائج وبتاريتنا نوصل يعني خدنا كان فيه وعود أن انت في حالة تحقيق بطولة أفريقيا في أول بطولة أفريقيا أن انت تلعبها هيبقى فيه زي تعويض للخصمات دي أو بحاجة للخصمات دي بعد كده يعني حلو وبعد كده الأهلي مفجرس فعلا يعني أهلي خد كل حاجة يعني لكن بصراحة ساعتها في الوقت الموجود بالعكس يعني حتى فيه ناس يتقال أن هما تكلموا إعلاميا يتقالوا تداول اسمهم في الوقت دي لكن بصراحة ما كانش مش خالص